اشتركوا في القناة تيجي تزاكر ما تركسي وهي بتاكل ما بتشبعشي واخر اليوم وقبل النوم دايما خايفة وتنام تحلم احلام وحشة بتصحيها وبتقلقها صحيت سلمة وحكت لمامتها مامتها قالت لها علشان انتي ما بتصليش ولو صليتي على موعيد الصلاة ما بتحفزيش ينفع لما نديك يا سلمة ما ترديش لأ يا مامتي ما ينفعش علشان انتي مامتي حبيبتي ولازم لما تنادي علي أجري عليك يبقى ازاي ربنا اللي خلقنا وخلق الدنيا دي كلها ينادي عليك وما ترديش هو ازاي ربنا يا مامتي بينادي علي كل أدان بينادي عليك خمس مرات وعشان بيحبك عايز يسمع منك الفتحة في كل الرقعات وهتحكي له كل اللي في قلبك وهيسمع لك في كل الدعوات بس قولي له يا رب هجيلك في اليوم خمس مرات أول ما سمع الله أكبر هجرة وضة وصل الفرد ومش هتأخر عنك أبدا وبعد شوية سمعت سلمة أدان الدهر وقالت لممتها يلا بسرعة يا مام تنصلي ربنا بينادي علينا ومن يوميها عاشت سلمة تصلي صلواتها وما بتنساش ولا حاجة ذكرتها وتاكل وهي مبسوطة في حياتها ولا بتخاف من حاجة في الدنيا وتنام تحلم أحلام حلوة فيها الجنة وتصحى والضحكة ملي عينها يلا كلنا نعمل زي سلمة وأول ما ربنا ينادي علينا نجري بسرعة نصلي صلواتنا وتوتا توتا وخلصة الحدوتة واستنوا معايا حدوتة جديدة من حدوتة جيل لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة من حدوتة جيل ترجمة نانسي قنقر